ولكني أصر 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 من أن الذي يريد أن يعمل في هذا الاتجاه عليه أن يكون مطلعا وعارفا بما يقول وما ينشر وما يكتب وأن يتجنب الشتائم والسباب والتجريح فهذه حرفة العاجز وحرفة السفي وحرفة السخيف وحرفة الجبان وأن لا يذكر شيئا من دون وثيقة قطعية أن لا ينشر أي شيء عليه أن يكون متأكدا عليه أن يكون قاطعا بالوثيقة التي ينشرها عليه أن يكون صادقا فيما ينقل وعليه أن يكون مؤدبا ومبدعا في طرحه هذا هو الإعلام الذي يمكننا أن نمهد فيه لإمام زماننا وأن نرابط مدافعين عن ثغوره العقائدية يجب علينا أن نرابط عند ثغوره العقائدية كل بحسبه كل بحسبه هناك من عليه أن يتعلم ويسكت هناك من عليه أن يتكلم هناك من عليه أن يكتب هناك من عليه أن يبذل المال هناك من عليه أن يتدرب على التقنيات النافعة وعلى البرمجيات المفيدة في المرابطة عند الثغور القائمية الفكرية والعقائدية وأعتقد أن تفاريع مثل هذا الكلام واضحة لديكم لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام في مقامات أخرى توسعت فيها نذهب إلى فاصل